هذه التوطية العاجلة بيان هام وكلمة هامة وجهها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للشعب السوداني بعد الأحداث الحالية التي تشهدها السودان وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عن مجموعة قرارات للحفاظ على السودان وذلك خلال كلمته وجاءت القرارات التي أعلن البرهان عنها كالتالي أولاً إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ثانياً التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية ثالثاً تعليق العمل بالمواد 11 و 12 و 15 و 16 و 24 و 73 و 71 و 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام رابعاً حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه خامساً حل مجلس الوثراء سادساً إنهاء تكليف ولاة الولايات سابعاً إعفاء وكلاء الوزارات ثامناً يكلف المدراء العاملين بتيسير دولاب العمل تاسعاً تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها وقال البرهان إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة مشدداً على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة وأضف البرهان أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقالي التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع وأشار البرهان إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال مؤكداً أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان وأكد الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ماضية في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة وأضف البرهان إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال مؤكداً أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان وبالتالي يجب حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتابع البرهان السودان أم تهديد حقيقي وخطر يبدد أحلام الشباب ويبدد الأمال في بناء الوطن خاصة أن السودان يخطو نحو دولة المواطنة والحرية والعدالة مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تستشعر الخطر وتسعى للحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة من أجل الوصول إلى دولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشدد البرهان على أن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها إذن مرة أخرى هذا الخبر العاجل بشأن الأحداث في السودان مرة أخرى بيان هام وكلمة هامة وجهها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للشعب السوداني بعد الأحداث الحالية التي تشهدها السودان وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عن مجموعة قرارات للحفاظ على السودان وذلك خلال كلمته وجاءت القرارات التي أعلن البرهان عنها كالتالي أولا أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ثانيا التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الجسرية ثالثا تعليق العمل بالمواد الحادية عشر وثانية عشر والخمسة عشر والسدسة عشر ورابع والعشرين وثلاثة وواحد وسبعين واثنين وسبعين من الوثيقة الدستورية مع الالتزام الكامل بها واطفاق السلام رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه خامسا حل مجلس الوزراء سادسا إنهاء تكريف أولاة الولايات سابعا إعفاء وكلاء الوزراء ثامنا يكلف المدراء العاملين بتأثير دولاب العمل تاسعا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة أعمالها وقال البرهان إن السودانيين رفضوا عبر التاريخ أن تحكمهم فئة لا تؤمن بالحرية والعدالة مشددا على أن القوات المسلحة ساعدت السودانيين في تحقيق أهدافهم بالحرية والسلامة والعدالة وضف البرهان أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في طريق الانتقال والتراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان وتحول إلى صراع وأشار البرهان إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال وأكد أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان وأكد الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ماضية في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة وضف البرهان إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال مؤكدا أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان وبالتالي يجب حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية أيضا تابع البرهان السودان أمام تهديد حقيقي وخطر يهدد أحلام شباب ويبدد الأمال في بناء الوطن خاصة أن السودان يخطو نحو دولة المواطنة والفرية والعدالة مشددا على أن الأجهزة الأمنية تستشعر الخطر وتسعى الحفاظ على ثورة ديسمبر المجيدة من أجل الوصول إلى دولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشدد البرهان على أن الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وبتأكيد سنوافي حضرتكم بكل جديد حول الوضع في السودان إلى اللقاء